أبتدي وارجع لعندك دكتور دكتور هل البخيل عنده نظرة معينة لبقية الناس تكون مختلفة يعني بيشوف الناس مصرفة بالحياة عندهم تبذير زيادة بيشوف عندهم تبذير زيادة وبيبقى البخيل بيبقى مرتبط مع الخوف خايف دايما من بكرة خايف دايما ما هيحصل خايف يدي ما عندهش قدرة على العطاء خايف يدي فيقوم العطاء اللي دا دا ما يقابلش بنفس المقابل دايما ينتظر مقابل أصاب عطاءه فما بيقدرش يدي بيبقى شايف دايما أن حوالي السربين بيبقى عنده دفعات نفسية دفعات نفسية طول الوقت أنا حريص أنا مش بخيل أنا موفر أنا بحافظ على الدنيا وممكن يجد لها أدلة دا زي ما كانت بتقول معها يعني حاجات دلاء الدينية يعني أنتو المصرفين أنتو المبزرين أنتو المبزرين أخوان الشياطين ويصرف ويصرف في الكلام دا وتيدي نفسه صورة زي لا يمكن يستسلم أو يعلن أنه أنه هو بيبقى الخاني بخيل هيقول لك أنا حريص أو أنا بيوفر وبعدين دايما هيقعد يجد إثباتاتي يقول لك شفتو شفتو أنا سيبلوكو لقدام شفتو الموقف إحنا تحطينا في الموقف دا لما كنتش أنا إيه ماسك زمام الأمور كانت مختلفة دايما يستنى فرصة كده يثبت للآخرين أنه طيب جمال جمال أنت ضمن أي خاني ميت تشوف الله لا أنا أقول لك يعني براتك بتقول عنك حاجة تانية براتك بتقول عنك بخيل لا مش بالضبط أمار هو فيه فرق شاسع ما بين البخل والحرص طيب أنت بتشوف نفسك حريس لا حريس دا يعني الشريعة الإسلامية نفسها يعني أرشدتنا على الحرص على الإنفاق يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين طيب الناس بتقول عليك إيه لا عادي يعني حريس بقولوا عنك آه جمال حريس جمال حريس خالتكم مش جمال عبدالله طيب جمال اشرح لشوي نمط حياتك عامل إزاي أول شي انت ربيته بيبيت كان في حرص برضو بالمصروف وبالموضوع الحاجات اللي بتجيبوها بالبيت كده كانوا أهلك؟ لا لا الحمد لله إحنا يعني أسرة متوسطة الحياة طيب فالإنفاق بيبقى على قد الدخل لا إسراف ولا تبزير بناكل عادي طول الأسبوع يعني الحمد لله رب العالمين فراخ لحمة كبد وأوانس مش عارل إيه وكلام ده كل يعني ما بنبخالش على نفسنا بالأكل ولكن يعني بيبقى فيه شوية تقنين للحاجة بحيث إن الماء ما جيش أجيب حاجة كتير ورميها طيب إنت كل قد إيه بتنزل إنت مثلا بتجيب أغراض للبيت بتروح سوبر ماركت وتمسك بقى دي ومنرمي فيها ده ما يحصلس؟ لا ما يحصلش ده ما يحصلس؟ لا لا ما يحصلش أنا أجيب حاجة اللي البيت محتاجها يعني أنا حتى منبه على زوجتي يعني قلتلها لو سمحتني ما تجيبش حاجة إنت اللي بتجيب الحاجات؟ إنت محتاجة حاجة قوليلي أنا أجيبها ليه؟ لأني أصل زوجتي موظفة موظفة فممكن بيبقى شغلها واخد وقتها كله ممكن تسقط منها حاجات تنسى حاجات فبيبقى في حاجة في التلاجة وهي تجيب تاني يعني مثلا فيه طماطم تقوم هي جايبة طماطم وهي جاي من السوق أو جاي من الشغل يحصل إيه لو؟ بتبوص طبعا لا أنت بتعمل إلم من بتشوف الحاجة لا بتدايق بتدايق جدا بتزعق آه بتدايق جدا وزعق قلت لها آخر مرة قلت لها لو سمحتي ما تشتريش حاجة لو أنت محتاجة حاجة أنا أجيبها أصلا حرام الفلوس دي احنا مش بنلاقيها أنا بتعب في القرشة طب كم تشكيلت مثلا جبن منلاقي عندك أو لانشن منلاقي في البلد تلاجة لا لانشن مش لا لا لانشن لا الحاجات دي ما بجيبهاش بس الجبن آه ليه ليه ما بجيبهاش لا هي الجبن ماشي الولاد بيحبوا الجبن آه إنما اللانشن ما عرفش ده معمول إزاي أصلا معمول منين ولا بس يعني مجهول المصدر حتى لو هو يعني المعمول من اللحم إيه أنا ما عرفش ثلاثة بتروح على المصدر وتتأكد من المعمل طب كم نوع جبنا بتجيبه يعني هو نوع واحد الأبيض أصفر آه الأبيض الجبن الأبيض الولاد بيحبوه آه مع طماطقهم بتاعه أوكي يقعد معك أو يقعد عندك إدي وقت بالتلاجة لحد ما تخلص يعني مثلا السندويشة آه كم قطعة بتسقط فيها لا هي العلبة بنجيبها وبنعمل منها بقى مش قطع يعني العلبة النصة مثلا أو الربع أو بتاعه باجيب منها بتخلص بنجيب تاني بتجيب تاني يعني مش ممكن لقى مثلا نوعين موجودين بالتلاجة لا نوع واحد لا يعني هو لو نفسي هفتنا على الرومي باجيب رومي لا بالمناسبة السعيدة طيب قل لي مثلا مش شو بيت غازية موجود؟ لا مضر ما بشربهاش ولا حاجة لا عصاير ماشي عصاير كم نوع عصير مثلا ممكن تجيب نوع؟ لا عادي اللي أنا حبه يعني أنا بحب مثلا الفراولة والمانجا ممكن تلاقي فراولة ومانجا وفي جوافة برضو أوكي وبعدين غالبا إن أنا في العصاير كمان ما بشتريش أنا بجيب بنجيب الفاكهة في موسمها بنشرب منها على قد ما احنا موجودين وبخزن في الديب فريزر لأن أنا أحب أعز العصاير الطاصة يعني أه الفريش إن أنا أجيب الحاجة وأعملها عندي في البيت إنها بشتري من برا صعب جدا نادرا نادرا طيب العيش مثلا العيش إحنا بنعمله عندنا أه بتقديدوا بتعمله ما بتشتريش من برا لا يعني إحنا فيه تموين أوكي تموين بيبقى فيه دقيق أوكي الدقيق ده بديه لأحد السيدات يعني اللي هم متخصصين في الخبز وكلام دولا بتعمله هي بتعمله هي وتجيبهوه جدا حد يكون ثقة نظيف بتعمله ممكن ترمي الفتافيت أو بقى لا 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 إطلق لو الولاد حتى سابوا لقم ولا حاجة أنا باكلها باكلها حرام يعني أوكي واللي بيقدم اتقاءا لإن أنا أرمي حاجة عملت حاجة حلوة إن أنا جبت طيور في البيت فوق السطوح أربيها عشان مرميش بواق الطعام بيكلوها الطيور وإنت بعدين الطيور بتتباحها اتباحها وكلها وكلها أيضا يعني مثلا بط فراخ الكلام ده كله إنت جبت للطيور وربتها عندك كم مرة مثلا ممكن تاكلوا فراخ أو بط في الشهر مثلا لا في الأسبوع بقى ما إحنا عندنا الحاجة موجودة يعني أتباقها بنوديها للمحل بيتباحوها وينظفوها ويجيبوها لنا جهزة أوكي نحنا نسويها بس مش أكتر مرة مثلا ممكن يكون في الأسبوع لو حاجة من عندي آه ممكن مرة في الأسبوع وساعات بقى المدام بتشتري مثلا وراك بتشتري فراخ فرخة سليمة مثلا من برا بالإضافة يعني لأن الولاد بيحبوا أكتر الفراخ اللي هي التانية دي أوكي مش البلدي مش البلدي عشان بيبقى تبقى باني وحاجة في كده عشان للأطفال يعني أكتر اللحمة كم مرة بالشهر اللحمة لازم في الأسبوع بدأ كل مرة على الأقل يعني أصمهم كم قطعت لحمة آه والله يعني في الجزئية دي يعني أنا الأجانب بيبقوا بيأخذوا اللحمة دي بالجرام أصلي هي مش بكترها أنت عامل لجرام؟ أنا فكرة لا يعني يبقى قطعها يعني تقديريا كده إزاي؟ يعني الكيلو مثلا ممكن قطعه مثلا عشر حتت ناكلهم على مرتين مثلا آه أخذ بالحضرتك آه كتر الحاجة يعني حتى المثل بقولك الشيء اللي يزيد عن حده بينقلب ضده يعني بتبقى هي أصلا بتسبب ضرر زي مرض النقرس النقرس دا كان يقولوا أنه دا مرض الأغنياء من كتر ما بيأكلوا إيه؟ لحوم ممكن كمان يجي من الفول آه أيوه صح؟ في بروتين عالي ورده بالضبط جمال فواكه يكون قد إيه بتجيب على البيت؟ لا الفواكه دي يومية يومية لازم تكون معا دب بتروحوا خروجات؟ بتروحوا كافية مطاعم؟ لا مش قوي ناديرا يعني آه يعني أنا أصلا هيخرج مثلا على المطعم أو الكافية أو بتاع بتلاقي الأسعار مبالغ فيها مش عارف يقولك بس عندك أولاد ما بيطلعش على بالهم أو بنفسهم يخرجوا؟ أنا بطلع أنزل أتماشى في وسط البلد مثلا في عماد الدين في مش عارف ايه مناطق دي بس بيبقى بشتري حكتي من البقالة السوبر ماركت طيب وهم لو طلع بالهم أن يروحوا في حتى في كافية؟ في كافية؟ لا حسيتك هيغم عليك تخزني كافية أنا أسمى بس في كافية هم يعني الكافية الكافيهات عمتا في استقلال جامد قوي يعني الحاجة أمه قرش بتبقى الضعف يعني بتجيب لهم حاجة وبتاكلوها عالطريق انتوا بتتمشوا كده؟ طيب في الأماكن العامة العادية طيب ولو طلع بالهم بياخدوا خدمة مش عارف 12% مش عارف كذا مش عارف كذا طيب لو طلع بالهم أن يأكلوا حاجة جنك فود بالمطاعم دول من دون ما نسمى يعني انت بتعرف لو ليهت بحبوا المطاعمة بيحبوا الحاجات دي اه بتجيب لهم؟ ممكن اجيب لهم مرة ولا حاجة من نفسهم طيب اه والأطفال يعني بمناسبة